السلام عليكم معاكم شهاد العبادي وبهذا الفيديو جاي أحكي عن كتاب رستاد جهاد التاباني مئة من عظمة أمة الإسلام وطبعا قبل ما أبلش أحكي بحب أن أولا أني كنت نشاط فيديو قبل هيك عن هذا الكتاب وحكيت عنه شوي ولكن أنا أظن أني بعد ما أنشأ هذا الفيديو سأكون حذفت القديم والسبب باجع لأنني حسيت حالي ما حكيت كل النفس فيه بالفيديو الأولان وحكيت أنه لازم ما ثاني يعلق عليه لكونوا هذا الكتاب كثير من تشابين الناس ولازم زي ما بيحكوه أحكي الكلام اللي لازم يعني الناس يخلوا بالهم منه بالنسبة لكتاب جهاد أولا أنا ما عنديش أي مشكلة مع جهاد التاباني نهائيا بل بالعكس شخص محتم من المتابعة اللي شفتوا لي شخص غيره على دينه وكل هالحاكي الكويس ولكن فيما يخص كتبه بالذات هذا الكتاب فيه مصايب بالهابل ومدام هو تكلم بإشي بمس الإسلام أو تاريخ الإسلام فلازم يتحمل النقد ولازم برضه يتحمل إنه فيه ناس هتنتقدوا إذا حكي إشي غلط عن تاريخه مبدئيا كنت كتبت أكثر من منشور على الفيس كمال بنتقد فيه بعض الشخصيات وبعض الأشياء اللي حكاها جهاد التاباني بكتابه كون إنه أنا شخصيا كشادي مهتم فيما يخصت المسيحية ومختص في موضوع الأديان فلما قالت كتاب جهاد استغابت كثيرا إنه خلى شخصيات ثابت بالتاريخ المسيحي إنهم مسيحيين عملهم مسلمين وياتبس عملهم مسلمين بنى على هاي الشخصيات وعمل لك بعدهم مئة ألف شخصية مسيحية مسلمة وهذا مصيبة هاي إنك تخلينا كمسلمين المجد تائخ ناس ثانيين غا مسلمين ومن هم يجدخل أصلا بثقافتنا ولا بديننا هاي مصيبة وزي ما حكيت الكتاب كثيرا منتشا طبعا من الشخصيات هاي حكتوا باسميهم هون وحطوا لكم البنشور كمان اللي كتبته في النقد لأنه كانت تحط في مصادر ومش فاضى قوة هسا عيد نفس الكلام اللي حكيته ثاني اشي جاد التاباني بكتابه هاذا بيعتمد على كتب وعلى مصادر بده هي أصلا مصادر زي كتاب الدكتور فاضل اسليمان أقباط مسلمون قبل النبي أو قبل الإسلام جذاكها اسمه الكتاب هسا هذا الكتاب بده مصادر أصلا يعني الكتاب كله هبد يعني مع احتام الشديد للدكتور فاضل اسليمان اعتمد لك عليه وخلى لك كثير شخصيات مسيحية مسلمة ثاني نقطة بعضه شخصيات ثابت بالتائخنا مش مسلمة بعضه عمل لكيها مسلمة اسباب تافة زي مثلا عندهم لحية زي الشخصية طايس الأمايكي باهم لينكون اللي عمل لكيها مسلم عشان والله عنده لحية وشكله شكل مسلم طبعا انتقد هذا الموضوع على الأستاذ سلطان الموسى وهو باغرفه شاطاب التائخ نقطة الكتاب على هالموضوع عندي أكثر من مثال لكني بذكر مثال الآن منتشر بين الناس اللي هو كتاب للكاتب جهاد الترباني عن مئة شخصية عظيمة في الإسلام تجدونه في جريب لاحظ رغم أن الكتاب يهتم بالسير والتراجم لمئة شخصية عظيمة في الإسلام والمفروض أننا منقيهم نقبوا من آلاف الشخصيات المسلمة إلا أنه وضع أبرهام لينكون طبعا الكاتب وضع اعتقاداته ليش يظن أن أبرهام لينكون مسلم غير سيرة العطرة يرى أنه شكله شكل مسلم وأنه كان يستشهد في القرآن وأنه ينحدر من أصوله واغلب هذه الأمور يغلب عليها التخمينات والخيالات ولا تصح أصلا بثند متصل وكمان يعني مش هيكة بس الكتاب كمان بكل طبعة كان يظل يبدل الشخصيات اللي فيه هس يمكن واحد يحكي طيب يا سيدعا في أنه في عنده غلط به الموضوع وبدل الشخصية وين المشكلة في الموضوع أحكي لك وين المشكلة لما يظل بكل طبعة أنا هسا عندي أي طبعة أنا عندي الطبعة الواحد والثمانين تخيل معي الجهاد التاباني كلما ينزل طبعة جديدة بيبدل الشخصيات تفاهم شي يعني كل طبعة يكون فيها مصائب يجي يحط شخصيات جديدة هذا بثبت شغلة أنه واشي جهاد التاباني ما عنده منهج واضح بتختيار الشخصيات فهو ليش بظل يبدل الشخصيات وفيه شخصيات كثيرة أنا لما سألت الناس اللي عندهم الكتاب اللي عندهم الطبعة العاشرة والخامسة وكذا عن شخصيات موجودة بهذا الكتاب ما لقيتها عندهم طبعا يعني مش عافشو بدي أحكي كتاب بدون مصادا كتاب فيه شخصيات كثيرة لكفاء كمان عملهم مسلمين ويات بس هيكا كمان كان يظل يحكي بالكتاب فيما يخص المشاكل التعاية الصحابة كلما يذكر قصة الفتنة اللي صارت بين الصحابة يدعي أو يحكي أنه فيه ناس صارقين للتائخ فيه ناس كانوا شوهوا تائخنا الإسلامي فيه ناس وفيه ناس طعفوا من الناس اللي قصدوا عنهم قصدوا عن العلماء طبعا اللي بده يتوسع بهذا الموضوع المشاكل والكتاب وكذا فيه واحد كاتب أردني عندنا عمل كتاب كامل بنطقت فيه كتاب جهد التاباني وهو ما شك بها كتاب وميت صفحة بس هاي الكتاب إذا بدكم إياه موجود عن نتكم كتاب فعليا جدا جدا ضعيف وصاحا ما بيستهل لا وقتك ولا إنك تشتريب تغيّع مصايك عليه أنا فعليا ندمان إنه اشتريت وأنا اشتريت وليش؟ لأنه فيكثانا سنصحوني فيه بس ماكود أتخيل إنه الكتاب هاي الضاجة من التفاهم مع إحطام الشديد لا أستاذ جهد التاباني الكتاب بدون مصادر الكتاب ما في أي نوع من أنواع خلينا نحكي العلم فعليا الكتاب ضعيف جدا 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 ممكن نحكي إنه الكاتب أوهو جهات كان يحاول بس بالكتاب يحكي له إحنا المسلمين إحنا الأقوياء إحنا الكذا فكان يلعب على وطار العاطفة اللي هي مثلا إحنا مسلمين إحنا كنا أبطال إحنا كنا وحوش ويات بس كمان كانوا مسلمين للشخصية ما كانوش مسلمين أصلا هاي هي المشكلة فطبعا للأسف كتاب جدا 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 ضعيف وخلى لك ناس من صابق المندئيين مسلمين وخلى لك ناس باغوا من المسيحيين مسلمين خلى لك الكثير كفاء مسلمين لعب لك بالأحداث التاخية اعتمد على مصادر وبيدها أصلا مصادر اعتمد لك على مشاكل الكتاب هذا فعليا لو بدي أقيمه أقيمه واحد واحد بس على ركل الغلاق وانو الشغلاف عجبني أما المحتوى تاع الكتاب فعليا بدقائما هذا الكتاب هاعطي واحد أدفح كتاب قاطب حياتي وكتاب جهاد التاباني نص المعلومات غلط وإذا انت بصاحب شايف انو هذا الكتاب مصدر انا تأخذ منه معلومات دينية فسدقني انت حتندم كثيرا لما ترجع الكلام تاعه فعليا أنا الكتاب هذا جدا ندمان اني جبته وندمان فعليا لاني قرأته وندمان برضا اني ضيعت وقته والكتاب كبيره على فقه بحدود السبعمائة صفحه شوف يا ستمية سبعمية ستمية احكي كتاب جدا ما بستهل وقتك كتاب جدا ضعيف كتاب ما بستهل اي اشي فعليا والضج اللي عليه فعليا هاي خصافي الضجة الكبيره والناس كلهم بشتاوه هذا كله فعليا عن جد خصافي الكتاب المهم في اخر المقطع اذا كنت بتقدس جهاد التاباني في اقلب وجهك من قناتي انو انا عافن وفي ناس بقدسوا باني ادم فكل انا شخصيا بحترم جهاد التاباني لشخصه ولكن ككتبه كتبه جدا ضيعة وانا بعد ما قاءت هذا الكتاب ما اظنش فعليا اني اقاله ما ثاني ولا اكتاب ثاني المشاكل بهذا الكتاب بتغنيني عن اني اقاله اي كتاب ثاني لا منهج ثابت ولا اي معلومة صح ومشاكل كثيرة بالكتاب المهم باخر المقطع هذا بنصحك فعليا ان اكتقى هذا الكتاب اللي هو كتب وكاتب وانا عنا وجاب كثيرة مشاكل بكتب جهاد التاباني وابلش رد عليها وجاب لك بعض اسماء الكفار اللي تكلموا عن الكتاب قصدي اسف قصدي اسماء الشخصيات الكافة اللي عملهم مسلمين بعضو بنصحك بعضو انك تتابع الكاتب نفسه عنده قناع يوتيوب بعضو على كثيرة اشياء حكاها جهاد التاباني وكثير بعضو بيان انه عنده اخطاء كثيرة كبيرة كمان هوا متخصص حسب ما اظن الشخص هذا بالتاريخ يعني وانا امانة ما كان نفسي ان نحكي عن الكتاب ولكن فعليا التقطيس الغبي لما انا كتبت المنشاء الفيس اللي نحيا انتخط في جهاد التاباني كان اشي مقزز جدا ما في حدا مقتس ما في حدا فوق الناقض كتاب كتابه غبي جدا بيحكي عن تاريخي انا كمسلم اجي اعظمه بس عشان والله حكني انا كنت بطل طب ياسيدي الشخصيات اصلا الى فيه مش مسلمين الفاضي وكأنك بتحكي مع محطان على كل حال انا اسف عشان عصبيتي لشوي طلعت وانا اسف على الفيديو السائح هذا ولكن حبيت فعليا ان اعلق عليه الكتاب الغبي الغبي كثير هذا الكتاب فعليا اغبى كتاب قاتوا بحياتي لانه لازم نحكي لانه اذا ما حكيناش الناس ممكن يدخل هذا الكلام على انه صح المشكلة كمان بتشوف فيديوهات وشغلات كثير فعليا الناس مسكين الكتاب صغاب كبار اصلا عيب علي اغنقوا من يشتاوه هيك عشان يتصوروا فيهم منهم يقوا هذا الكتاب كله انا شخصيا كمان حسنت بالملل وانا بقى فيه فعليا الكتاب كمان ممل جدا ولكن الناس مشكلتهم عاطفيين بالزيادة احكي لهم اي كلام اربط الكلام بالدين اعطيهم شوية حماس اعطيهم شوية انه احنا احنا كنا حاكمين الدنيا وهذا الحاكي الفاضي كله وحيمشوا معاك احنا مشكلتنا كالشعوب عاطفيين كثير فيما يخص الدين وبس واتمنى الفيديو يكون عجبك واذا ما عجبك مش مشكلتي والله انا جاي بس اعرف واحكي للي بنفسي يلا سلام